إذن نبدأ على بركة الله تعالى لقاءنا الرابع كنا في اللقاءات السابقة تحدثنا عن السياسة الشرعية أو سياسة الإسلامية من أوجه كثيرة من حيث حقيقتها وشروطها وأهميتها وكذلك من حيث قواعدها الأصولية والفقهية والمقاصدية وذكرنا كذلك التأليف وبعض المؤلفات في هذه العلوم السياسية الإسلامية وتوقفنا على ما أظن عند التأصيل فيما يتعلق بالتأصيل بالأصول يعني التأصيل كما تعلمون رد الشيء إلى أصوله والأصول هي النصوص الشرعية وكذلك القواعد العامة المستخلصة من النصوص الشرعية والتأصيل مصطلح عربي لغوي إسلامي قانوني تفسيري يقصد به رد الأمر إلى أصوله كما قلنا من حيث البحث عن الأصول والقواعد والإطار المرجعي الكلي أو الجزئي لهذا الأمر المبحوث فيه وتوقفنا عند التأصيل بالحكم التكليفي ما أظن أننا تناولنا هذا ذكروني إذا كان نسيت توقفنا عند التأصيل بالحكم التكليفي والحكم الوضعي أليس كذلك إذن كما قلت لكم بأن التأصيل رد الأمر إلى أصوله والأصول هي القواعد العامة التي يعتمد عليها ويلتفت إليها في موضوع الأحكام المستنبطة أو في موضوع الاستنباط ولذلك عرف أصول الفقه بأنه العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام وعندنا في أصول الفقه محور يعرف بمبحث أو محور الأحكام الأحكام التكليفية أو الحكم التكليفي وعندنا كذلك محور الأدلة التي هي المصادر القرآن والسنة والإجماع والقياس ثم الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وسد الضرائع ومذهب أهل المدينة أو عمل أهل المدينة إلى آخره من الأصول المعروفة في أصول الفقه التي تعرف بمصادر التشريع الإسلامي أو أصول التشريع أو أصول الفقه وهي أربعة كما تعلمون أربعة متفق عليها في المجمل هي القرآن والسنة والإجماع والقياس وأصول أخرى مختلف فيها بين المذاهب أي أن المذاهب والعلماء متفاوتون في الاعتماد عليها كما وكيفا وسياقا وتنزيلا هذه الأصول المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والأصول المختلف فيها أو النسبية الاعتبارية أو التبعية الفرعية للأصول المتفقة عليها هذه الأصول هي كما قلنا الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وما إلى ذلك والحق أن هذه الأصول الفقهية سواء الاتفاقية أو التبعية والمذهبية والسياقية هذه الأصول إنما هي نظم مرجعي استنباطي لغوي يؤسس لاستنباط الأحكام أو لاستثمار الأحكام واستثمار المواقف واستثمار الفتاوى واستثمار المقاربات الشرعية بأنواعها إذن نحن نتحدث عن مدونة أصولية أو مرجعية أصولية هي بهذه المحاور التي ذكرت محور الأحكام أولا ثم محور الأدلة ثانيا ثم محور الدلالات ثالثا والمقصود بالدلالات الألفاظ والمعاني والألفاظ والأحكام الألفاظ والمعاني أي الألفاظ العربية ومعانيها ومدلولاتها كما جاءت في اللغة العربية وقواعدها ومعهود العربي في استعمالها وكذلك موضوع الدلالات يشمل النصوص والأحكام النصوص هي مجموعة ألفاظ لغوية عربية تدل على أحكامها الشرعية فالنص إذن متركب من ألفاظ عربية لابد من معرفة هذه الألفاظ ثم لابد من معرفة النص في مجموع ألفاظه بداية ونهاية من أجل أن نؤسس لاستنباط الأحكام الشرعية المتضمنة في هذه النصوص الشرعية وهذه النصوص الشرعية متركبة من ألفاظ اللغوية فإذن نتحدث عن إطار جمعي لأصول الفقه وليس إطار فرديا أو جزئيا الإطار الجمعي لأصول الفقه هو مجموع أصول الفقه مجموع اللغة العربية مجموع النصوص الشرعية مجموع الأحكام مجموع المقاصد مجموع العبارات والإشارات المنطقات والمفهومات مجموع ما هو أصول فقه ما يجتمل عليه أصول الفقه ولا يمكن من الناحية المنهجية أن نتحدث عن أحكام بمرجعية جزئية بمعزل عن الكل المرجعي لا يمكن أن نتحدث من الناحية المنهجية عن هذا لأن الأصول نظم جامع نظم كل شامل جامع لابد من فهمه واستعابه والإلمام به واعتباره في عملية الاستثمار وإلا عد الاستثمار منقوصا ومبتورا إذن محور الدلالات كما قلنا محور ثالث ينضاف إلى محور الأدلة أو المصادر ومحور الدلالات والأدلة ينضاف إلى محور الأحكام إذن عندنا محاور ثلاثة الأحكام أولا الأدلة ثانيا الدلالات ثالثا هذا مجموع الكل الأصولي أو العلم الأصولي هناك مباحث أخرى كالاجتهاد والتقليد وغيرهما من المباحث التي أوردها العلماء في ختام علم الأصول أو في أواخر كتب الأصول أو ضمنوها في ثانيا علم الأصول المهم أن الأصول بهذه المحاور الثلاثة وببعض الملحقات العلمية بهذه المحاور الثلاثة تمثل إذن مدونة أصولية ومرجعية أصولية للعلوم السياسية أو السياسة الإسلامية أو السياسة الشرعية إذن نعود إلى مبحث الأحكام من جهة كونه تأصيلا للسياسة الإسلامية وهذا أمر في غاية الأهمية لابد من الالتفات إليه والاعتبار به ولملاحظة أولى تتعلق بدراسة مبحث الأحكام الشرعية دراستنا جميعا لهذه الأحكام دراسة مهمة في الجامعة وفي الدروس الخاصة وفي التكوين الخاص أن أقصد دراستنا دراسة الجمع العلمي أو العلمائي أو الطلاب العلم الآن مجموعة الطلاب مجموعة الكليات مجموعة المجالس العلمية هذا المجموع الدراسي العلمائي في مبحث الأحكام وكذلك في مبحث الأصول هذا المجموع الدراسي العلمائي إنما هو مجموع لم يتناول مبحث الأحكام تناولا شاملا كليا جامعا لشتاته حاويا على قواعده مستوعبا معقوليته وخصيصته التشريعية والحضارية واللغوية والفكرية والفلسفية عندما ندرس مثلا مبحث أحكام التكليف نقتصر في هذا المبحث على أمثلة محصورة معروفة متداولة كقولنا بأن الصلاة واجبة مثلا أو الزكاة واجبة وأن الحج فرض على المسلمين هذه أمثلة صحيحة من الناحي الإسلامي والأصولية لكنها ليست هي كل الأمثلة هناك أمثلة كثيرة وهذه الأمثلة تريد في جميع المجالات الحياتية العدل بين الناس واجب إسلامي كوجوب الصلاة تماما الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة وأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء والله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في قوله وأقيم الصلاة نحن في دراستنا الأصولية نلتفت في الغالب الأعام إلى الواجب المتعلق بالصلاة ونكثر من ذلك ونحرض على ذلك ونحث على ذلك ونؤلف ذلك ونخطب بذلك ونفتي بذلك ولكننا في حديثنا عن واجب العدل وواجب الكرامة وواجب العدالة الاجتماعية وواجب الحكم الرشيد وواجب الأمانة في الحكم هذه الواجبات السياسية بأنواعها حديثنا فيها حديث ضامر الوعي بها وعي متراجع في كثير من الأحيان ما لكم كيف تحكمون في الحكم وما لكم كيف تحكمون في حكم الصلاة فهناك حكم شرعا في الصلاة وهناك حكم شرعا في الحكم في السياسة أو في الدولة إذن هذه ملاحظة أولى أردت أن أبين بها أن دراستنا لمبحث الأحكام الشرعية دراسة ضامرة لا سيما فيما يتعلق بالأحكام السياسية والأحكام الاجتماعية والأحكام الدولية أضف إلى ذلك مثلا حديث عن المحرمات نتحدث عن الزناء محرّة وعن تحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الغش في البيع والشراء وتحريم الغش في الزواج هذه كلها محرمات معقولة ومعلومة بنصوصها وأدلتها لكن الاستدراك والتصحيح والانتباه لابد أن يشمل محرمات كثيرة في مجال السياسة ومجال الدولة الظلم محرم ومغلظ تحريم كذلك الرشوة السياسية الرشوة الانتخابية الرشوة الوزارية الرشوة الإدارية هذا نوع من المحرمات في جنس الرشوة فالرشوة في الفهم الإسلامي هي كل عطاء ليس هدية تلقائية ليس فيها عوض ليس عوضا عن مال أو عن جهد أو عن خدمة أو عن شركة الرشوة تعطى من غير مضمون إسلامي ومن غير عوض ومن غير جهد ومن غير سبب يشرعها ويأذن فيها أو يأذن بها هذه الرشوة إذن هي جنس بمعنى أنها اسم عام يشمل كل عطية ليس فيها الموجب الشرعي أو القانون العطية منها الرشوة في العلم أو الرشوة في الإدارة أو الرشوة السياسية والرشوة الفكرية والرشوة الدولية والعالمية هذا بالنسبة للمحرمات قص على ذلك التزييف تزييف الانتخابات عيب الانتخابات تحدث الفقهاء عن تزييف السلعة وعن تزييف المعقود عليه كذلك لابد نتحدث عن التزييف المعقود عليه في السياسة أو في الحكم المعقود عليه في السياسة والحكم هو موضوع هذا المعقود عليه موضوع السياسة المعقود عليه في الحكم مثلا إدارة الشأن العام خدمة الشعب يعني الانتصار للمظلوم يقامة النظام حفظ الحريات والكرامة هذا كله موضوع للفعل السياسي وللحكم الشرعي السياسي التزيف فيه والتدليس فيه والغش فيه إنما هو غش بالمعنى الشرعي يلحق بجنس الغش المحرم ويلحق بجنس الغرر المحرم لست أدري لماذا لا نتحدث في السياسة وفي الحكم من جهة الغش والتزيف والظلم والغرر كحديثنا عن الغش والتزيف والغرر في العبادات وفي المعاملات هذا أمر على كل بدأت به هذه ملاحظة حتى نستخلص منها أن الوعي السياسي والتقدم السياسي والفعل السياسي والرشد السياسي كان ثمرة لهذا الوعي الفكري والذهني ولهذا التراجع أو التقدم بحسب ذلك المهم نحن الآن دراساتنا السياسية لماذا هي ضامرة؟ لأن الدرس فيها ضامر ولأن الفعل فيها ضامر ولأن المحاسبة والمراكمة والتكوين والتدريب وغير ذلك ضامر في وعينا وفي فعلنا وفي حياتنا ومسيرتنا هكذا أردت أن أبين هذه الملاحظة الأولى في موضوع الأحكام التكلفية والأحكام الشرعية التكلفية والوضعية إذن الآن نبدأ في حديثنا عن التأصيل بمبحث الأحكام الشرعية طيب إذن نمر إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة وهو التأصيل بالأحكام الشرعية للسياسة الإسلامية السياسة أو الأحكام الشرعية كما قلت لكم هي المحور الأول من محاور أصول الفقه ومعناها أحكام التكليف وأحكام الوضع أحكام التكليف هي الأحكام الخمسة التي ذكرناها سابقا الواجب المندوب المحرم المكروه المباح هذا عند الجمهور وعند الحنفية سبعة وأقسام كما تعلمون ينضاف إلى ما ذكرت الفرض والمكروه كراها التحريب هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور أو السبعة عند الحنفية هي مجموع ما يراد فعله أو تركه يعني الأحكام هي المواقف الشرعية الموقف الشرعي من حيث العمل أو عدم العمل الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل فنفعل العدل يعني نقيم العدل بيننا الله نهانا عن الغش فنتجنب الغش فالأحكام التكليفية إذن هي الأوامر والنواهي ودلالتهما دلالة الأمر فعل المأمور به الدخول في المأمور به ودلالة النهي تجنب المنهي عنه فإذن الأوامر والنواهي والأحكام التكليفية الخمسة والسبعة هي الأحكام التي فيها تكليف فيها أمر فيها نهي فيها كلفة فيها مشقة فيها فاعل فيها ترك فاعل إلى آخره هذه الأحكام التكليفية إذن هي أساس السياسة الإسلامية من جهة التأصيل بمبحث الأحكام من جهة التأصيل بالأحكام الحكم التكليفي المتعلق بالسياسة هو أحكام تكليفية في الحقيقة كثيرة جدا يعني العدل بين الناس حكم تكليفي وهو واجب واجب العدل بين الناس ثم العدل بين الجهات بين الأقاليم بين الأجيال بين القطاعات العدل بين الإمكانيات والحاجيات والتحديات يعني العدل هو التوازن والتوازن منه الميزانية والميزان التجاري والميزان الاقتصادي يعني كيف توازن بين أفراد وشعب وبين فئات شعبية وفئات قطاعية وفئات مهنية كيف توازن بين الجيهات هناك محافظات ومعتمديات وأقاليم كيف توازن وتحقق العدل بين هذه الجيهات كيف تحقق العدل بين الجيل الحالي والأجيال القادمة في الاستفادة من الثروة واستمرار السند الحضاري وفعل ما يتعلق بحفظ السند الأسري النسبي والسند العلمي الشرعي والسند المواطني والسند الجغرافي والتراثي كل هذا يدخل ضمن العدل العدل الذي هو اسم عام يشمل كل صنوف العدل بأنواعه ومجالاته وقواعده ومقتضياته ومن مقتضيات العدل بناء مؤسسات العدل كمؤسسة القضاء ومؤسسة المحاسبة والهيئات الدستورية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني ووضع الضمانات اللازمة لتحقق العدل فقولنا إذن إن الله يأمر أو قول ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل هنا كلمة واحدة جاءت في القرآن معرفة بأل والأل هنا استغراقية استيعابية أي أنها تستوعب كل ما يكون فرضا من أفراد العدل أو نوعا من أنواع العدل فالعدل اسم جنس يشمل أنواعا كثيرة كالعدل الاجتماعي العدالة الانتقالية العدالة الجبائية العدالة الاقتصادية العدالة الدولية فهذا العدل إذن يشمل هذه الأنواع كلها ويشمل كذلك أفرادا ومجالات ومفردات كثيرة تتحدد بحسب مقتضياتها وسياقاتها إذن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل فحديثنا عن الأمر بالعدل هو حديث عن حكم الشرع في العدل وهو واجب إقامته إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل جاءت مرة أخرى وإذا حكمتم هنا عدل في الحكم والعدل في الحكم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم إذن نحن عندنا إذن الأمر بالعدل وهو حكم تكليف وعندنا العدل في المجال السياسي وفي العلوم السياسية كما قلت بأنواعه وأشكاله ومجالاته كيف نجمع بين العدل وهو حكم تكليف جاء في القرآن الكريم والعدل وهو شأن سياسي أو مصطلح سياسي أو سياسة للدولة أو إجراء للدولة أو مؤسسة في الدولة كيف نجمع بين العدل في مضمونه الحكم التكليفي الأصولي الشرعي وبين العدل في معناه السياسي وفي مقتضياته في التطبيق وفي الدستور وفي المجتمع هذا الجمع إذن هو جمع بين سياسة شرعية فيها العدل في السياسة وفي الحكم الثابت بالقرآن والسنة وهو بهذا ينتمي إلى جنس السياسة الشرعية وبين العدل في سياسة السياسية وفي علوم سياسية وفي قوانين وفي دستير وفي مؤسسات الجمع بين هذا وذاك هو الذي نعمل من أجل تحقيقه وهو الجمع الممكن والمناسب إذا وجد من يؤثث هذا التناسب بين السياسة الشرعية والعلوم السياسية في موضوع العدل فمن هنا إذن يكون وضوع الحكم التكليفي مرتبطا شديد الارتباط بموضوع السياسة نحن نؤصل للعدل تأصيل العدل في السياسة هو تأصيل هذه السياسة في مجال العدل أي أن العدل مقولة أصيلة في الإسلام حقيقة في الدين أمر شرعي حكم شرعي أمر إلهي منهج نبوي إرشاد نبوي عرف للمسلمين عمل في الأمة فنحن عندما نتحدث عن العدل بهذه الأصالة أي بمعنى أنه أمر أصيل أصيل بمعنى أنه ثابت وراسخ ومتين ليس شعارا هكذا أجوف وليس أمرا مرسلا يطلق على عواهنه وإنما هو حقيقة في الدين حقيقة في الدين متينة حقيقة راسخة برسوخ آياته ونصوصه وعباراته وبرسوخ تطبيقاته عبر الأمة عبر التاريخ وكذلك في عهد النبوي وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين وكل الأمة بل كل الإنسانية من فطرتها العدل فهي تحسنه وفي مقابل للك تقبح الظلم والجور إذن نتحدث عن تأصيل للعدل مقولة سياسية تأصيلا بالحكم التكليفي وأيضا نؤصل للأمانة ونؤصل كذلك للعدالة ونؤصل للشورى ومداولة الرأي والتداول الشعبي التداول العام في مجالات الحياة الاجتماعية في سياسة الدولة في العلاقة بالآخرين كل هذا ينبثق عن مصطلح الشورى الشورى مصطلح إسلامي وسياسي واجتماعي وأسري معنى ذلك إدارة الرأي تبادل الرأي تقليب الرأي الجماعي الأسري الدولي أن تشاور في قضية أسرية كما جاء في قولي تعالى فإن أراد فصالا عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فالشورى هنا تبادل الرأي في قضية أسرية جزئية وهي في طام الطفل الصغير والشورى كذلك في الدولة وفي الحكم وأمرهم شورى بينهم وشاوره في الأمر جاءت بصيغتين صيغة الأمر الملزم وصيغة الجملة الخبرية التي فيها الأمر وفيها الوصف الذي يفهم منه الأمر ويفهم منه الالتزام والإلزام وأمرهم شورى بينهم كقولي تعالى الذين يؤمنون بالغيب والمؤمنون يؤمنون بالغيب والمسلمون يؤمنون بالآخرة معنى ذلك أن الإيمان بالآخرة ويجب كما هو في آيات أخرى فإذا إما أن يكون الخبر خبرا فيه وصف يدل على لزوم الوجوب أو أن يكون أمرا كقولي تعالى وشاورهم في الأمر هو أمر يقتضي الوجوب والوجوب هنا وجوب إقامة الشورى كإقامة الصلاة الذي أمر بالصلاة أمر بالشورى الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال وأمروا وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي ما قلناه في الواجب نقوله كذلك في المحرم والمحرمات كما قلنا بأنواعها ونكتفي بهذا فيما يتعلق بالواجب والمحرم باعتبارهما حكمين تكليفيين الآن نمر إلى الحديث عن الحكم الوضعي وهو شطر الحكم الشرعي فالحكم الشرعي كما تعلمون قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي بيناه قبل قليل والحكم الوضعي هو شطر الحكم الشرعي ومفاده ومعناه إطار وضعه الشارع لضبط الحكم التكليفي فالحكم التكليفي وهو الأمر والنهي الوجوب والتحريم هذا حكم مطلق ومجرد عن الزمان والمكان والحال وأقيم الصلاة هذا أمر بإقامة الصلاة إذن علينا أن نصلي أو أن نقيم هذه الصلاة هذا حكم مجرد لماذا هو مجرد؟ لأنه ليس مبينا بزمان وليس موضحا بمكان وليس فيه صفة وكيفية وأقيم الصلاة ليس هناك تفصيل في هذه الآية ليس هناك بيان دقيق يبين الكيفية والصفة يبين الزمن بدايته ونهايته يبين المكان أين نصلي في مكة في الأرض الطاهرة في المسجد في المقبرة في المسلخ في مرابض الإبل في معاطن الغنم أين نصلي؟ يعني ليس هناك بيان في هذه الآية قولي تعالى وأقيم الصلاة وإنما جاءت البيانات في نصوص أخرى جاءت ببيانات فيها تكليف وبيانات فيها الحكم الوضعي إذن الحكم الوضعي هو الإطار المرجعي الذي يبين بدقة الحكم التكليفي يبينه من جهة زمانه ومن جهة مكانه ومن جهة صفته وكيفيته ومن جهة مقداره وعلاقة بغيره ومبطلاته ومحسيناته كل هذا يتعلق بالحكم الوضعي لذلك سمى العلماء هذا النوع الثاني من الحكم سمواه بالحكم الوضعي في كلمة الوضع بمعنى أن الشارع وضع أمارات وعلامات تحدد الزمان وتحدد المكان وتحدد الصيفة والكيفية وتحدد المقدار وتحدد الأجل وتحدد ما يتحدد بناء على طبيعة هذا الحكم قول تعالى وأقيم الصلاة كما قلنا قول فيه حكم وجوبي يتعلق بالصلاة ولكنه مجرد عن الزمان والمكان والحال الحكم الوضعي الذي يحدد زمن الصلاة هو ما جاء في نصوص أخرى كقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال العلماء دلوك الشمس زوالها وهذا الزوال يؤذن بصلاة الظهر ولذلك نقول الفقه الإسلامي صلاة الظهر عند زوال الشمس زوالها أيميلها فتجاه الوروب فتجاه الغرب هذا ما هو معروف يعني في كلامنا فقه العادي معروف حديثنا أيضا عن الحكم الوضعي في الزمان بيناه في الصلاة وبيناه في الصيام الصيام مثلا قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هنا تنصيص على الزمن شهر رمضان تنصيص على الزمن هنا بيان زمني يعني قوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب متى نصوم وكيف نصوم إلى آخر هل نصوم في شعبان في رمضان في رجب قال ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان فجاء هنا التنصيص على الزمن وهو زمن بشهر والشهر نفسه أما ثلاثون يوما أو تسع وعشرون يوما فالمهم هنا أن قوله تعالى شهر رمضان هو نص بيان للزمن فهذا الحكم حكم وضعي أي أن الله سبحانه وتعالى وضع رمضان وهو زمن ببدايته بالهلال وبنهايته بالهلال بالرؤية وبالحساب هذا ما هو ثاني وأنا ما بمعنى أنه بأمارة زمنية تدل على دخول الشهر دخل الشهر كيف نثبت دخول الشهر أبالرؤية أمبالحساب تفصيل فقيون اجتهادي ليس في حديثنا الآن المعتبر في زمان رمضان هو دخول الشهر دخول الشهر هو علامة زمانية وضع الله سبحانه وتعالى لها العمارة هي الهلال الهلال هو علامة الدخول يعني المقصود هو دخول الشهر أي حلول الزمان حلول شهر رمضان يعني شهر رمضان دخل ونحن فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم قال العلماء أي فمن أدرك منكم الشهر فليصم أي من دخل الشهر وهو حي مكلف بمعنى أدرك هو في زمان رمضان هو في وقت رمضان هذا معنى فمن شهد منكم الشهر أي يعني من أدرك زمان رمضان أو أدركه رمضان يعني هو في زمان رمضان مثل ما نقول وحنا اليوم في عشر يناير 2020 في هذا الزمن عشر يناير هذا متفقون عليه نحن في رمضان إذن رمضان هو زمن الصيام هذا الزمن هو حكم وضعي الله سبحانه وتعالى وضع هذا الزمن بإرادة منه وبعدل منه وبرحمة منه وبحكمة بالغة جعل هذا الشهر للصيام الزكاة كذلك لها زمن وهالحج كذلك له زمن أنا أريد أن نتحدث الآن عن السياسة ولا ينبغي أن نترك السياسة فالسياسة في كل شيء حتى تدير شأن الصلاة وتبني مسجد وتؤسس أسره وتطبخ طعاما وتسمع إعلاما وتعارض ظلما وتساند جمهورا وتنصر حقا هذا كل سياسة طربية الأغنام هي سياسة ومصطلح السياسة كما قلنا جاء من سياسة يسوس يعني يتعلق بالغنم والإبل لا ينبغي أن نتخلى عن السياسة لأن السياسة في كل شيء والسياسة في الحكم هي نوع من أنواع السياسة ولست أدري أيضا لماذا فكرنا الإسلامي وفكرنا العربي وفكرنا في أقطارنا لماذا هذا الضمور في موضوع السياسة بل بعضهم يعتبر أن السياسة مدعاة للخوف ومدعاة للتردد وكأن مدعاة لللوم لماذا؟ أليس من حق الشعوب أن تمارس شأنها وأن تدبر أمرها وأن تقيم عدلها لماذا؟ لماذا حملنا على ترك السياسة؟ وهي جزء من الشخصية الإنسانية جزء من الضرورة الاجتماعية هي مختضى العيش المشترك مختضى النظام علمنا منطقة ليس منطقة طير وأنما علمنا منطق اختطاف الوعي السياسي اختطاف السياسة وإخراج الشعوب من دائرة السياسة وجعل السياسة احتكاراً لفئة معينة بوراثة أو بانقلاب أو بسرقة عامة أو بغير ذلك من الأسباب التي فيها اختطاف السياسة وإخراج الناس والشعوب من دائرة السياسة وهذا عمر يحتاج إلى دراسة اجتماعية وفلسفية ونفسية الذي نؤكده في هذا الشأن أن السياسة تجري في أصول الفقه وفي مبحث الأحكام الوضعية ما هي الأحكام الوضعية متعلقة بالسياسة؟ أولاً قلت لكم الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل قال إن الله يأمر بالعدل هذا حكم مطلق مجرد عن الزمان والمكان والحال كيف ذلك؟ لأنه ما فيش متى نعدل هنعدلوا بالليل أم بالنهار مع من نعدل؟ مع أبنائنا؟ أم مع جيراننا؟ مع شعبنا؟ أم مع العالم؟ هل نعدل بين الجهات؟ كيف نواجه التحديات التي تحول دون تحقيق العدل الكامل مثلاً أو العدل الغالب في الأمة أو في الشعب؟ من الذي يبين العدل؟ من الذي يحاسب ويراقب ويقنن ويشرح المؤسسات الدستورية والهيئات القضائية؟ يعني العدل الذي جاء في القرآن جاء في كلمات وكلمة مكررة إن الله يأمر بالعدل وإذا حكمتم بين ناس أن تحكموا بالعدل اعدلوا وهو أقرب للتقوى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديلوا اعدلوا يعني القرآن جاء بكلمات في العدل ولم يأتي ببرامج أو بخطط أو بمشروعات أو بمصطلحات أو بمدونات لأن القرآن ليس كتاب مدونات وبرامج ومشروعات وتفاصيل فنية وإجرائية وهيكالية وكذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الهادي المرشد العام عبر الزمان والمكان ثم الله سبحانه وتعالى شرف الخلق والعلماء بأن يسيحوا في هذا الكتاب العزيز وأن يتدبروا آياته إذن العدل في القرآن والسنة جاء مطلقا جاء بحكم تكليفي ليس فيه تفصيل زمني وليس فيه تفصيل مكاني وليس فيه تفصيل إجرائي نأتي إذن للحكم الوضعي الذي سيؤطر الحكم التكليفي تأطيرا زمانيا ومكانيا ومن حيث الصفة والكيفية وإجرائيا وهيكليا ومقدارا ومجالا وتداخلا وتأليفا وتشريعا ومحاسبة ومراقبة هذا هو الحكم الوضعي إذن ما هو زمان العدل؟ هل زمان العدل كزمان الصلاة؟ الزمان التعبو دي جاء في قولي تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس لا غسق الليل كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان تصصيح للزمان الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إذن نتحدث عن زمن التعبو دي جاءت النصوص به وهو ما كان في الآيات التي تلوتوا على مسامعكم الكريمة وغيرها من النصوص الأخر وهناك الزمن السياسي والزمن الاجتماعي والزمن الحضاري أو الزمن التعبو دي في مجال الحضارة الزمن التعبو دي في مجال السياسة لأن المسلم يتعبدوا بالسياسة ويتعبدوا بالصلاة وفق مقتضى كل عبادة التعبد بالصلاة تقيد بأحكامها وصفتها وزمانها ومكانها لا تصح الصلاة إلا بذلك لا يعبد الشارع إلا بما شرع والتعبد بالسياسة يكون بمقتضى السياسة إقامة العدل بأدواته بإجرائياته بتوافقاته بمآلاته ذلك هو التعبد في مجال العدل فالتعبد إذن حقيقة تجري في الدين وهو عمل يعني يقوم به المسلم بحسب مقتضاه إذن نتحدث عن الزمن التعبو دي في مجال السياسة أو الزمن السياسي باختصارا شديد الزمن السياسي هو زمن السياسة السياسة زمن العدل زمن التنمية زمن الثورة زمن الإصلاحات الكبرى زمن الانتخابات هذه الأعمال السياسية بأنواعها والتكاليف شرعية تتعلق بها أزمنتها من الذي يحدد أزمنتها؟ هم العلماء هم الخبراء هو السياق والمآل ومقتضى الحال فمقتضى الحال بعد اجتهاد بعد خبرة تجارب مقارنات نقول بأننا نجري انتخابات مرة في الخمس سنوات مثلا وأن الزمن الانتخابي مثلا ثلاثة أيام ثلاثة أيام بين المقيمين أو المواطنين في الدولة وبين المقيمين خارج الدولة وأن هذا الوقت يبدأ من السادس صباحا إلى السادس مساء وأنه فيه آجال لإعلان النتائج وفيه آجال للطعن في هذه النتائج وفيه آجال الاعتماد هذه النتائج وفيه آجال دستورية وآجال تنموية وآجال سياسية هذا كله زمن سياسي هذه التفاصيل الزمانية هل جاء بها القرآن؟ لم يأتي بها القرآن لأن القرآن ليس كتاب تفاصيل سياسية وإجراءات أحزاب وأعمال منتديات ليس هذا القرآن لو كان القرآن بهذا الشكل لنص على كل النظمة القديمة والجديدة والحالية والقادمة وكل الآخر وهذا سيكون مجلد ضخم قد خمسين عمارة قد أربعين ألف بيت ولذلك القرآن كان كتابا هاديا جامعا يحوي المبادئ الكبرى يحوي منطق القيم ومنطق النظم ومنطق الحكم والقرآن بإعجازه وبدلائل إعجازه في التشريع وفي السياسة وفي كل شيء ظل كتابا هاديا لا ينقطع أثره وريعه مهما طال الزمان مهما تعقدت القضايا وعلى المسلمين وعلى العلماء والحكماء أن يستنبطوا منه ما يناسب العصر وما يحقق السير في اتجاه قيم هذا القرآن الكريم ومثوله وفضائله إذن نتحدث عن الزمن التعبري والزمن السياسي نحن عندما نتحدث عن الزمن السياسي ضمن الحكم الوضعي نتحدث عن تأصيل بالحكم الوضعي في السياسة الإسلامية وعلى الإخوة والأخوات الفاعلين والفاعلات في المجال السياسي أن يلتفتوا إلى هذه النقطة المهمة في تأصيل الفعل السياسي وتأصيل السياسة الإسلامية أنا أعجب من كثير من داريس علم الأصول ويحفظون أصول الفقه ويحفظون المتون ويحفظون الحكم التكليفي والحكم الوضعي ويعرفون به والأمثلة والأدلة والشروط والأنواع والأقسام ولكنهم لا لا يعقلون معقولية معنى ما يحفظون أنا أقصد البعض ليس كل لأنهم فيها خير فيها بركة وهناك علماء فاعلون في المجتمع ما شاء الله والذي أقصد أنني أتحدث عن فئة تزيد أو تنقص يعني يحفظون المتون والمصطلحات والأمثلة وحتى الأمثلة يقتصرون على مثالين أو ثلاث أمثلة كأن أصول الفقه ليس فيها إلا مثالين أو ثلاث أمثلة مع أن أصول الفقه هي علم أمثلته لا تنتهي أصلاً أمثلته غير محصورة لأن أمثلته مستجدة ومتواصلة ومتفرعة يتفرع بعضها عن بعض وهي واسعة تشمل مجال سياسة مجال اقتصاد مجال صلاة مجال زكاة المهم أن معرفة أصول الفقه لابد أن تكون بمعرفة معقولية أصول الفقه معقولية الحكم الوضعي الحكم الوضعي له معقول له منطق له روح له فام له حقيقة الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أزمنة وأمكنة وكيفية وأجل ومقدار لتطبيق وتحقيق الحكم التكليف المجرد يعني الحكم المجرد كيف نحقيقه بناء على محددات في الزمان وفي المكان وفي الكيفية والمقدار هناك ملاحظة دقيقة جدا كثيرة ما أبديتها في بعض المحاضرات والدروس لاحظت أنا شخصيا وبناء على قراءات كثيرة وبناء أيضا على تفاعل مع كثير من المشيخ والأحباب الأعزاء الذين نتواصل معهم في إطار الدرس الأصولي والبحث الأصولي وحتى في إطار التجربة السياسية وفي إطار الحرك السياسي وفي إطار التجاذب السياسي والإطار السياسي الذي يؤدي للإطار العلمي أحيانا المعرفة لا تأتي بالاختيار تأتي بالإطار يعني فمن الضر غير بهغن ولا عاد فلا يسمع يعني إلا ما الضررتم إليه في موضوع العلم والابتكار العلمي أم من يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء يعني الله سبحانه وتعالى في الإطار الإطار هنا عموما للإطار أي إطار الله سبحانه وتعالى يزيله ويكشف به السوء سواء كان اضطرارا في الغذاء والأكل والدواء أم كان اضطرارا في العلم والمعرفة والمنج أم كان اضطرارا في الأوضاع العامة وفي الأحوال العامة ملاحظة التي أردت أن أبديها في هذا المضمار تتعلق بما هو المعيار في تحديد الحكم الوضعي بحسب أقسام المأمور به فهناك أحكام مأمور بها في العبادات وهي معروفة أحكام العبادات باختصارا شديد كالصلاة والزكاة والحج وهناك أحكام في المعاملات السياسية والاجتماعية والحضارية لاحظنا أن الأحكام العبادية كانت أحكامها الوضعية ثابتة بالنص الصريح وبالنص الاستقراء يعني والبيان الشرعي الدقيق يعني قوله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة دلوك الشمس هذا نص صريح في زمن الصلاة الله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن هذا الزمان كذلك في الصوام كذلك في الحج إذن لاحظنا في العبادات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بذاته العليا بيان زمن العبادات إذن وفي المعاملات السياسية وفي المعاملات الاجتماعية وفي المعاملات الدولية هل جاءت بها النصوص؟ لم تأتي بها النصوص صريحة وإنما جاءت بها مفهومات واستقراءات وإشارات تأسس من مجموعها ما بيّنه العلماء في الأحكام الوضعية وفي قواعده وفي مقتضياته ما هو هذا الذي نتحدث عنه الآن في مخصص هذا الحكم الوضعي في المجال المعاملات ومجال الأسرة والدولة والمجتمع والعلاقات الدولية هذا المجال يحدده العلماء والخبراء أي يحدده الاجتهاد ولا يحدده النص ليس هناك تنصيص على الزمن السياسي أو العمل السياسي ليس هناك تنصيص كما قلنا وإنما ترك هذا للسياسيين والعلماء والفاعلين المعنيين بالموضوع السياسي في حينه فهم معنيون بأن يبدأوا الزمن الذي يرونه مناسبا هذا المقصود بهذا فكأنه قسمت الأحكام الوضعية بين قسمين بين قسم العبادات وكان البيان فيها بيانا شرعيا نصيا صريحا واستقرائيا وقطعيا وبين الأحكام المعاملتية السياسية والاجتماعية والحضرية التي كان بيان زمانها موكولا للمجتهدين والعلماء والفاعلين في هذا المجال وهذا أمر في غاية الأهمية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تولى بذاته العلية بيان زمان العبادات وأسند للمكلفين والعلماء أسند لهم بيان الأزمنة السياسية والأزمنة الحضرية في موضوع الزواج موضوع الأسر هل ينطبق عليه ما ينطبق على العبادة أو ينطبق عليه ما ينطبق على المعاملات السياسية والاجتماعية الأسرة في الغالب الأهم تقف بين هذين المجالين فهي حتى في الدراسات الإسلامية وفي استخلاص العلماء أن الأسرة فيها ما هو تعبد مثل العبادات وفيها ما هو معقول معنا مثل ما هو في المعاملات السياسية والحضرية الاجتماعية التعبو دي مثل العدة ومثل أحكام الإرث ومثل الطلاق وعدد الطلاق والمعقول المعنى هو التعاقد والرضائية والمعروف ومؤسسات الزواج وإجراءات الزواج وسائل الزواج وإلى آخره من ما يتعلق بمعقولية الزواج وهو مفسر ومجتهد فيه على أساس أنه مصلحة إنسانية في حفظ النسل فيه الثراء الإنساني فيه يعني المؤسسات الناظمة والمنظمة للزواج فإذن الأسرة وسط بين العبادة وبين المعاملة وزمانها إذن بين هذا وذاك العدة بيانها الشرع العدة تبدأ ب وفاة الزوج بزمن الوفاة وهذا جاء به النص وتنتهي بأربعة أشهر وعشر أيام بالنسبة للمتوفع عنها زوجها والمطلق عدته ثلاثة قرؤ كما هو معروف أو ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات ولكن متى نكتب عقد الزواج متى نتزوج هل نتزوج عند طلوع الفجر أم بغروب الشفق الأحمر أم نتزوج بزوال الشمس عن وسط السماء أم نتزوج عند حمرار الصباح وعند تبين الفجر الصادق ولا يجوز الزواج قبل الفجر الصادق لكي نكون صادقين أم ماذا؟ لا ليس هذا ولا ذاك الزواج وقته اجتهادي معقول المعنى نتزوج في السنة بداية السنة آخر السنة في الصباح يعني بمعنى كتاب العقد في الصباح في الليل في المؤسسة في البلدية في المسجد في البيت هذا من حيث الإجمال المكان لم ننص عليه يعني أن نكتب العقد في البيت أو في المسجد أو في مؤسسة بلدية في أحوال شخصية مثلا هل نكتب العقد بكتابة إلكترونية أم نكتبه بخط اليد هل لا نكتبه وإنما نمارسه مشافاهة ما يعرف بالزواج العرفي قديما ليس الآن الآن الزواج العرفي غير المكتوب الفتوى به أو الفتوى فيه أنه غير جائز لضرورة التوثيق ولحفظ الحقوق ومنع الاعتداء ومنع فوات المصالح وجلب المفاسد هذا كله معروف في الزواج العرفي الزواج العرفي الآن تعرف الناس على الكتابة والتوثيق فلابد أن يكون موثقا ومسجلا في الدوائر الرسمية لحفظ حقوق الزوجين وحقوق النسب وحقوق الأسرة لكن في الزواج المكتوب الآن هل نكتبه على ورق فيه إشارات معينة رسوم معينة في اسم المؤسة بالأحمر بالأخضر نكتبه الصباح في المساء هل فيه إجراء تسجيل عرف الإجراء مختضية الإجراء هذا كل تفاصيل إدارية وإجرائية معقولة المعنى تركت لأصحابها بحسب واقعهم وأحوالهم ومصالعهم هذه ملاحظة أبدأناها فيما يتعلق بمعيار التحديد تحديد الزمن التعبدي والزمن المعقول منه الزمن السياسي والزمن الاجتماعي هذا باختصار شديد في الساعة الأولى التأصيل بالحكم الشرعي في أو للسياسة الإسلامية اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن سياسة إسلامية لابد أن نعود إلى مبحث الأحكام الشرعية في أصول الفقه وأن ننطلق منها أن ننطلق من الأحكام التكلفية من جهة الأوامر والنواهي في السياسة العدل والكرامة والحرية والنغوض الاجتماعي وسيادة الأوطان ومصير الشعوب خصوصية ثقافية العرف الاجتماعي هذه كلها أوامر كلها أحكام تكلفية بمعنى أن المسلمين مكلفون بها هم مكلفون بحفظ سيادة بلادهم مكلفون باستقلال دولتهم مكلفون بحرية شعبهم مكلفون بإقامة النظام ومنع التهارج والإنفلات والاعتداء والبخص والغرر مكلفون بإقامة الأسواق مكلفون ببناء المراكز العلمية والمنشآت التكنولوجية والمحطات الفضائية هذه تكليف شرعية عالية وكلية وضرورية مكلفون كما هم مكلفون بإقامة الجماعة في المسجد كما هم مكلفون بالسحور ومكلفون بالإفطار والتبكير في الإفطار والتأخير في الصحور وكما هم مكلفون بالضحاع وبالحج والعمرة ومكلفون بقيام الليل وباتباع الجنائز وزيارة المريض وكما هم مكلفون بالنفق على الزوجة وعلى الأبناء وإفشاء السلام وإماطة الأذى عن الطريق فهم كذلك مكلفون بإقامة النظام العادل وبتقرير مصير الشعب وبإدارة الشأن العام بما يصلحه ويناسبه وليس بالتهرب والإرهاب واللوبيات الفاسدة والرشوة السياسية والفساد العريض والشرى المستطير فهم إذن مكلفون ومأمرون بهذه الأحكام الكلية بهذه الأحكام السياسية إذن السياسيون المعاصرون وخاصة الشباب والشابات الفاعلون السياسيون المبتدئون والمنخرطون الآن بحماس الشباب وبرؤية كلية وبوعي إسلامي ووطني ومدني هؤلاء معنيون بأن يعودوا إلى الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية وأن يدرسوها دراسة عميقة مؤصلة مجددة بمعقولية معنى وبعموم فكر وبفسحة نظر وليس بمجرد الحفظ وبمجرد الاستطراد وبمجرد الإنشائيات والسرديات وإنما يدرسون علم الأصول ويدرسون الأحكام الشرعية الدراسة بمعقوليتها بمعقوليتها بفسحة نظرها وبعمق فاهمها وبآفاقها البعيدة العالية في بناء الوعي وترتيب الفعل وتحقيق الثمر وعليهم كذلك أن يدرسوا الأحكام الوضعية بمعقولية عندما نتحدث ونسيت أن أقول لكم هذا في الساعة الأولى نسيت أن أقول لكم بأن الأحكام الوضعية فيها ما هو السبب وشرطه مانع السبب هو الزمان بدخول وقت وقيام حاجة وانتظار مصلحة والشرط هو ما يتوقف عليه الفعل أو القدرة والإمكانية والاستطاعة والمانع هو ما يحول دون الفعل السياسي ودون فعل التكليف السياسي إذن ثلاثة أمور لابد منها الأمر الأول السبب وهو زوال الشمس في موضوع الصلاة والشرط وهو ستر العورة واستقباد القبلة وفعل الطهارة في الصلاة والمانع هو أن لا تكون المرأة حائضا الحيض يمنع الصلاة وكذلك النفاس يمنع الصلاة كذلك في الزكاة نجد وقت الزكاة ونجد شرط الزكاة والنماء والغناء أن يكون غنيا وأن يكون البال ناميا وأن يحول الحول وهذا يعني داخل في أحكام الزكاة وهناك أيضا المانع مانع الزكاة الدين يمنع الزكاة هذا بالنسبة إلى الصلاة والزكاة وسائل العبادات وبالنسبة إلى السياسة ما هي موانع السياسة أو ما هي شروط السياسة السياسة لها زمان وقد تحدثنا عنه ولها شرطها شرط السياسة هو شرط السياسة بما هي السياسة وبمقتضيات السياسة من شروط السياسة القدرة السياسية القدرة على القطاب السياسي على التنظيم السياسي على خوض الانتخابات على إدارة الدولة تسيير الحكم القدرة على التخطيط القدرة على التمويل القدرة على بناء الحزب السياسي القدرة على الاعتراض على الظلم والجبروت القدرة في البرلمان نحن اليوم لأننا نتحدث عن القدرة البرلمانية الاستطاعة البرلمانية والاستطاعة الحزبية والاستطاعة المدنية والاستطاعة التقنية والتكنولوجية والإعلامية والدولية والفنية هذه كلها استطاعة تشمل كل هذه التكاليف لماذا نتحدث عن الاستطاعة في الحج فقط ولا نتحدث عن الاستطاعة في البرلمان والاستطاعة في المجتمع والاستطاعة في المنتظم الدولي كيف يمكنك أن تحقق اكتفاء ذاتيا واستقلالا اقتصاديا إذا ما عندكش قدرة اقتصادية وبنية تحتية وتجهيزات ومخابر وعلماء وبدائل وعندك خطط وتنظيم وإدارة وقوانين كيف حقق قدرة اكتفاء ذاتي واقتصادي وسياسي وإنت ما عندكش شروط هذه الاستطاعة إذن لابد نتحرك على الاستطاعة الغذائية الاستطاعة التنوية لأن الاستطاعة في الإسلام مفهوم عام أو عموم معنى معنى عموم معنى يعني يشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل الحج ويشمل الزوجة الزوجية والأسرة النفقة بشرط الاستطاعة الزواج نفسه بشرط الاستطاعة ألم أليس الحديث النبوي وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باءت فليت تزوج أليس هذا الحديث تنصيصا على الاستطاعة في الزواج؟ والباءة إنها قال العلماء القدرة على الإنفاق والقدرة الجسدية والقدرة النفسية أذكر أن أحد الطلبة في قديم الزمان في منذ 28 سنة كنا في الدرس الفقه نتحدث عن الباءة والاستطاعة في الزواج فتضبط منه بحثا في هذه المسألة فجأني بشيء دقيق جدا بحث في بعض المصطلحات وبعض التفسير قال لي يا أستاذ الباءة بالإضافة إلى ما ذكره العلماء من أن الباءة هي القدرة المالية والجسدية والنفسية قال الباءة له معنى أوسع من هذا ما هو هذا المعنى؟ قال تأملت في اشتقاقات اللفظ في القرآن الكريم فوجدت نصوصا كثيرة من ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قال أي هيئنا لإبراهيم مكان البيت فبوأنا هنا بمعنى هيئنا وأعددنا كأن الباءة في الزواج هي إعداد وتهيئة تهيئة المكان وتهيئة المكانة ثم وجد آية أخرى فيها اشتقاق لهذا اللفظ قوله سبحانه وتعالى عن عيم أهل الجنة يتبوؤون من الجنة غرفة أن يتخذون من الجنة غرفة الاتخاذ بمعنى الاستعمال والاستفادة والتمتع والانتفاع ومم الانتفاع يعني وغضاء الحاجة وتحقيق الخير وجلب المصلحة كأن الباءة في الحديث من استطاع منكم والباءة أي من استطاع منكم أن ينفع أهله وأن تتخذه زوجا صالحا نافعا مفيدا وأن يتخذها كذلك بمعنى أنه وفر القدرات وفر الجو وفر البيئة فبين هذين النصين وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيئة وقوله يتبوؤون من الجنة غرفة أن هناك إعداد المكان وتهيئة المكان وإعداد المكان والمكانة وأيضا تيسير الاتخاذ والاستعمال والاستفادة والانتفاع كأن البيئة هنا بمعنى من استطاع أن يجد أو أن يجعل لزوجه مكانا ومكانة لها في قلبه وفي بيته وفي ذهنه وفي كل ما يتعلق به كأنه هذا من وجد هذا من كان قادرا على هذا فليفعل فليتزوج ليس فقط أن يكون قادرا على الانفاق المالي من غير قدرة على انفاق أمور أخرى تتعلق بالبيئة تتعلق بالمعاشر الزوجية تتعلق بالعلم تتعلق بالتقوى تتعلق بالابتكار الزوجي وفي إحداث الاختراع النفسي الاختراع البيئي الاختراع العلائقي فيما يتعلق بالتنشيط، تنشيط العلاقة، إثراء العلاقة الزوجية إحداث الثراء داخل الأسرة في تعليم الأبناء في تطوير المدارك، المواهب، بناء المهارات في تحقيق التواصل، في ضمان استقرار الأولاد استقرارنا على الدين الإسلامي وعلى معاني الوطنية الصادقة والإنسانية العالية وفعل الخير، كل هذا يدخل ضمن الباقة بهذا المفهوم الواسع وليس فقط قدرة مالية وقدرة جسدية كثير من الأزواج لهم قدرة مالية وقدرة جسدية ولكن فيه فوات لقدرات أخرى في التربية وفي التنشيئة وفي قضايا الأمة وقضايا الدولة وفي الهموم الفكرية والهموم السياسية وفي فعل التغيير والإصلاح وغير ذلك هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالمانع والشرط والسبب في الجانب السياسي وغيره بهذا ننهي أخواننا الأعزاء، أخوات الكريمات، الجزء الأول وقد مرت ساعة وخمس دقائق في التأصيل للسياسة الإسلامية بالأحكام الشرعية التكلفية والوضعية وحتى أننا مرة عملنا ندوة في عدد ندوات في كذا دولة وكذا مؤسسة وتحدثنا عن مسألة الحاكمية أو الحكم الإسلامي قلنا بأن الحاكمية أو الحكم الإسلامي أو حكم الدولة والسياسة الدولة وإقامة الدولة إنما هي تتأثر بالأحكام التكلفية والوضعية لا تتأثر فقط بالنصوص الشرعية مع قداستها وبركتها النصوص الشرعية هي نصوص مباركة تهدي وترشد وتؤسس للقيم والمعاني مع النصوص الشرعية هناك القواعد الكلية وقد تحدثنا فيما مضى عن هذه القواعد القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية ومع هذا نتحدث عن الحكم التكليفي وواضحي فأي تطبيق للحكم الإسلامي لابد أن يراعي أسبابه وشروطه وموانعه مش هكذا يطبق الحكم هكذا يعني في موانع سياسية في تحديات في إكرهات سياسية بالمصطلح الحديث في إكرهات سياسية إكرهات أن تكره على فعل ما هو أقل سوءا ما هو أقل ضررا هناك ضررا ضرر أكبر وضرر أصغر ولا مناصة من أحدهما فالعاقل ماذا يفعل يرتكب الضرر الأصغر فإذا ارتكب الضرر الأصغر لا يولير لا يقول له أنت تنازلت وأنت تخليت وليست هذه القيم الإسلامية وليست هذه المبادئ السياسية هذا كلام نظري كلام مرسل أسهل شيء في الدنيا هو الكلام لكن أصعب شيء هو الكلام يعني الكلام مسؤول عنه الإنسان ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادة كله إليك كان عنه مسؤولة الآية ليس معناها يتعلق فقط بأتيام أفراد في عراض أو في أو الحديث هنا هناك يتعلق أيضا بأن يتكلم بكلام لا أثر له في الواقع ليس فيه تركيز ليس فيه استقرار ليس فيه نظر أن يثبت الناس بكلام عام ولا تقف ما ليس لك به علم هل لك علم أصولي هل لك علم بالموانع هل لك علم بالشروط هل لك علم بالأسباب السياسية بالأسباب الشرعية هل لك علم بموضوع الأحكام التكليفية والوضعية ولا تتكلم هكذا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمعة والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة المسؤولية هنا عن التقصير العلمي والتقصير الإدراكي والتقصير التأويلي وأن يتكلم كلاما غير مسؤولا قد يؤدي به إلى مشكلات وإلى إحباط وإلى فوات مصالح هذا بالنسبة إلى الجزء الأول وبعد قليل نمر إلى الجزء الثاني في محاضرتنا اليوم إذا عندكم تفصيل أو استفسار أو تعليق تفضلوا أنا لا أفهم هذا التأصيل فكل المجالات الشرعية تخضع للحكم التكليف والوضعية وكل المجالات الشرعية تخضع للاستطاع والضرع فلا أفهم من هذا التأصيل إلا عزل جانب السياسة الشرعية كيف فهمت هذا عزل السياسة الشرعية السياسة الشرعية قائمة على الموازنات والقواعد والنصوص منها قاعدة الاستطاع وقاعدة الضرورة وقاعدة الاختيار ليست الأحوال دائما ضرورة يقول عندما نقول إن النتاج السياسي ضامر هل من إضاءة حول ما هي المجالات التي بحاجة البحث فيها وما هي الأدوات التي يجب أن يمتلكها من يريد أن يدخل مضمار هذا المجال من البحث لإغناء المنهج السياسي الإسلامي وعصفة مجال الواسع بالنسبة للحكم الوضعي الذي يضعه الشارع أي أهل الحل والعقد والمجتهدون سأتحدث بعد قيل عن أهل الحل والعقد نرجع هذا إلى الجزء الثالث إن شاء الله فقط أعود لسؤال الأخ يقول عندما نقول إن النتاج السياسي ضامر هنا النتاج ضامر بمعنى ليس ظاهرا ليس مفعلا بشكل كبير ضامر في الوعي والفهم وضامر في الممارسة والفعل هل من إضاءة حول ما هي المجالات التي نحن بحاجة للبحث فيها وما هي الأدوات التي يجب أن يمتلكها من يريد أن يدخل ممار هذا المجال أول ما يجب في تحقيق الوعي أول ما يجب في المجال السياسي هو الوعي بالعلوم الإسلامية والشرعية والسياسة الشرعية الوعي بها الوعي بها من جهة أن السياسة الشرعية هي علم يستند إلى وصول الفقه يستند إلى المقاصد الشرعية يستند إلى موضوع إدارة الدولة وأيضا يرتبط بالعلوم السياسية ويرتبط بالعلوم القانونية ويرتبط بالعلوم الدستورية فالخطوة الأولى بناء الوعي السياسي الشرعي الواقعي ليس بناء الوعي السياسي اللي فيه نصوص محفوظة وسرديات مكررة من غيري أن يكون هذا الوعي السياسي مرتبطا بالواقع العصري وبأحوال الدولة وحاجات الناس ثم أن يرتبط هذا الوعي السياسي الشرعي بالعلوم السياسي وهذا قلت لكم دوما قلت لكم سبق وأقوله دوما لا مناص اليوم من دراسة السياسة الشرعية بمعزلين عن العلوم السياسي لأنه فيه مصطلحات جديدة وفيه نظم وإجراءات وعي ومدارس جديدة ومناهج جديدة لا يمكن أن تحدث عن سياسة شرعية بمصطلحات قديمة ولذلك هذا الأمر الأول الوعي والأمر الثاني هو التدريب والانخراط في المجتمع والممارسة الممارسة السياسية بمستويات كثيرة الممارسة السياسية أما أن تكون تمارس السياسة في حزب أو في تأليف كتاب أو في دخول برلمان أن تمارس السياسة في مشترك في عمل جمعياتي عمل مدني أن تمارس السياسة بالإعلام أن تمارس السياسة في مجالات الشأن العام بأنواعه بحسب الاختصاص وبحسب الامكانية وبحسب الصلاحية اغناء المنهج السياسي الإسلامي المعاصر يحتاج إلى تجديد للعلم السياسي الشرعي يحتاج إلى مقاربات معاصرة يحتاج إلى نقاش عميق وتقويم ومراجعة لفكرنا السياسي ولتطبيقاتنا المعاصرة ولنماذج التطبيقات هذه وللنقد والاستدراك والتطوير يحتاج إلى التدريب يحتاج إلى مثل هذه المحاضرات يحتاج إلى التوليف مع العلوم الأخرى نحن لابد أن نستمع لعلماء السياسة وعلماء الدستور وعلماء القانون لابد أن نتحاور معهم أن نشاركهم في أخذ القرار في البناء الفكري البناء الحضاري لا نشتغل لوحدنا هكذا نتحدث عن علوم سياسية شرعية في جزيرة ليست موصولة لا بعالم سياسة ولا بقضايا دولة ولا بإكرهات سياسة ولا بظروف إقليمية أو ظروف دولية هذا كله ليس سياسة هذا كله حفظ سياسة وتكرار لمصطلحات سياسية ولعلوم سياسي لا علاقة لها بالسياسة الحقيقية لأن السياسة ممارسة يومية وموزنات ومعادلات ونظرة في المآلات وطبعاً نحن لسنا كلنا سنشتغل في السياسة بمعنى كلنا سنشتغل في الحكومة أو في تكوين حزب يعني فيه ناس يمارسون الأحزاب فيه ناس يمارسون الجمعيات فيه ناس يدخلون في المؤسسات فيه ناس يمارسون الفن والإعلام هذا أيضاً ذراع من أذراحة السياسة السياسة العالمية الآن تصنع بالأفلام وتصنع بالنظم وتصنع بالتعليم وتصنع بالدوائر البحوث ومراكز البحوث تصنع الآن بالرأي العام تصنع الآن بتكنولوجيا بهذه المنتجات الجديدة في العلم وفي الأدب وفي الحضارة وفي الدراما وفي الإدارة وفي الفنون والرياضة السياسة تصنع بهذه المصارات كلها ولذلك ممكن لسان يمارس السياسة بمعنى شأن عام وهو في مصرح أو في فن أو في مركز بحث أو في تطوير تكنولوجيا أو في نظام معلومات وهكذا هل هذا خاص بالسياسة فقط لا هذا يشمل لكل يعني بعدين تحياتي يقوم بالنسبة للحكم الواضع الذي يضعه الشارع أي أهل الحال الواقض سأتحط عن أهل الحال الواقض والمجتهدين بعد قليل كما قلت لكم طيب إذن نمر الآن إلى الجزء الموالي وهو يعنى بإطلالة تاريخية عن الممارسة السياسية من منظور العلماء والأصوليين والفقهاء العلماء مثل العز بن عبد السلا مثل ابن تيمية مثل الغزالي العلماء والأيام الأربعة وعموم العلماء الذين مارسوا السياسة وانخرطوا في الدولة وأسهموا في المجتمع هؤلاء كانوا علماء من جهة أولى وكانوا سياسيين من جهة ثانية فجمعوا بين العلم الشرعي والعمل السياسي بشكل من أشكال العمل السياسي إما في الدولة أو في المجتمع إما في الحكم أو في المعارضة إما في الممارسة أو في المدارسة وبعضهم يعني مارس السياسة من جهة التأليف فيها والكتابة فيها ومن جهة يعني الاجتهاد في مقولاتها في نظرياتها لكن بتأليف معاصر لذلك الوقت وبتأليف حيوي منتج وليس بتأليف خارج السياق فإذن العلماء قديما وعبر التاريخ مارسوا السياسة وألفوا في السياسة وكانوا قبل ذلك وأساس ذلك كانوا علماء شرع علماء دين علماء قرآن وسنة فيأتي هذا في سياق الحديث عن الجمع بين العلم والسياسة بدعة الفصل بين العلم والسياسة هذه بدعة عليها كثير من أهل العلم وكثير من أهل الرأي أنهم يتعلمون ويحوزون على الشهادات والتخصصات ولكن يقولك أنا لا أمارس السياسة بالمعنى العام للسياسة من حقهم أن لا ينخرطوا في أحزاب من حقهم أن لا يمارسوا وظائفة في الدولة لكن ليس من حقهم أن ينعزلوا عن الشأن العام وعن هموم المواطنين المثقف والعالم والنخبة معنية بهموم الشعب يعني أن يأخذ دكتوراه في العلوم الإسلامية أو في العلوم القانونية ويقتصر فقط على عمل عادي يدخل الجامعة يدرس ويخرج ويكتب كتاب هنا وهناك لا علاقة له بالواقع وليس له أي أثر أو أي تأثير أو أي تأثر بقضايا وطنية وقضايا دولية وكأنه يعني ليس يعيش في هذا الزمان العلماء المفكرون المثقفون هؤلاء جميعا معنيون بأن يعملوا علومهم وأن يرتبوا على علومهم العمل والأثر وأن ينخرطوا في هموم الناس لا أن يقتصروا فقط على شهادة جامعية وراطب في الشهر وأن يعتكفوا في بيوتهم وأن ينعزلوا وينسحبوا كأنهم غير موجودين في عالمهم وأوطانهم الجمع بين العلم والسياسة هذا أصل في الدين والسياسة كما قلنا بالمعنى العام هي ممارسة شأن فيه مصلحة وفيه خير حتى خطيب الجمعة وهو يخطب الجمعة فيما يتصل به هموم الناس ومصالح المواطنين وفيما يرتب الأثر والعمل وليس يخطب خطبة هكذا نظرية مجردة لا علاقة ألا بالواقع يعني لو واحد يؤتى به ويسمع خطبة ولا يعرف أين هو ومتى هو يعني يمكن يقولك هذه في القرن السادس أو في بلاد الجنوب الصحراوي أو في الشمال الثلجي مش عارف وين يعني ما هذا أتريد أن يكذب الله ورسوله عندما تتحدث عن كلام فيه انفصام النكد بين القول وبين الفعل بين الواجب وبين العمل هذا كله كلام لا علاقة لو بالواقع لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المستوى الثاني من هذه النماذج التأليف في السياسة الشرعية وهو الذي ذكرناه بالمدارسة فضلا عن الممارسة وتاريخنا الإسلامي عرف مؤلفات كثيرة في السياسة الشرعية أو في الأحكام السلطانية وكنا قد بينا هذا في الحلقة الأولى ودل هذا التأليف عبر التاريخ على اهتمام دراسي نظري علمي بالشأن السياسي وشأن الدولة كتبوا الكتب وضعوا المصطلحات قسموا النظم أشاروا إلى أهمية السياسة أهمية النظام تحدثوا عن علاقة الحاكم المحكوم عن التغلب عن الخروج تحدثوا عن أهل الحل والعقد وهي هيئة علمية سياسية شعبية رسمية هدفها تحديد الحكم ومراقبة الحاكم وعزل الحاكم واختيار الحاكم بناء على العدالة والتعاقد والأمانة والكفاءة والتسمية هنا تسمية تاريخية نسبية ليست تسمية شرعية يعني ليست هذه التسمية بنص شرعي مثل التسميات أخرى جاءت بنصوص شرعي هذه التسمية اصطلاحية عرفية سياقية وضعها العلماء اجتهادا منهم هل نحن معنيون بأن نستعيد هذه التسمية أو أن نستعيرها الآن في اصطلاحنا السياسي ليس بالضرورة لنا أن نستعمل مصطلحات أخرى كالهيئة الحاكمة أو المجلس الاستشاري أو السلطة البرلمانية النيابية أو المحكمة الدستورية أو هيئة الخبراء هيئة الحكماء يعني التسميات هذه اصطلاحات وهي متقررة بمعقولية المعنى وبالمصلحة المرعية وليسك بتوقيف شرعي أو بتدقيق ديني جاء به النص بشكل مضبوط وبطريقة يقينية قطعية نهائية لا فهيئة أهل الحل والعقد سميت أهل الحل والعقد الحل والعقد يعني يتعلق بالاختيار والتعييد المحاسبة كما قلت لكم ولكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون والله سبحانه وتعالى يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا المستوى الثالث في النماذج التاريخية وفي الفعل التاريخي الاجتهاد في الفقه السياسي بالأصول والكليات كما بينا هذا فيما مضى وكما بينا هذا في حصتنا اليوم الاجتهاد في الفقه السياسي بالأحكام التكلفية يقول من اظن حسب ما فهمت من الذي يحدد أهل الحل والعقد هل هناك من يقوم بدور هل هناك من يقوم بدور أهل الحل والعقد اليوم يعني من الذي يقوم بالحل والعقد هم الجهات المعنية ما هي هذه الجهات المعنية هي الجهات التي تقام في المجتمع السياسي في مجتمع الدولة من الذي يقيمها يعني الناس المكلفون الشعب الأحزاب المؤسسات يعينون أو يضعون هيئات بالانتخاب أو بالتعيين ويصطلحون عليها ويتعرفون عليها يتعرفون على أنها هيئة محددة للحكم تختار الحكم مثلا الهيئة الانتخابية الآن مثال يعني الشعب أو مجموع الناخبين مجموع الناخبين هم جهة انتخابية هم الذين ينتخبون رئيس الجمهورية مثلا يعني هم بهذا الجانب هم يمثلون جهة في اختيار الحاكم اختيار الرئيس من الذين ينتخبون النواب هم أيضا الناخبون ينتخبون النواب أو ينتخبون أعضاء البرلمان وأعضاء البرلمان هم الذين يختارون الحكومة أو يمنحون الثقة للحكومة فالبرلمان إذن هو هيئة تشريعية رقبية تحدد السلطة وتعزل أو تمنح الثقة وتسحب الثقة فإذن هيئة أهل حل وعقد من جهة اختصاصها التشريع الرقابي ومن جهة اختصاصها في منح الثقة وسحبها كذلك نجد الهيئة الدستورية المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية هي جهة لها صلاحيات في مراقبة دستورية القوانين في مشاركة مجلس النواب أو هيئات أخرى في صياغة الخيار السياسي في صياغة الخيار التشريعي القانوني كذلك نجد المنظمات الوطنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العلمائية والنخب الفكرية والمجموعات الضاغطة هذه كلها أطر الآن أصبحت مركباً يمكن أن نطلق عليه مركب اختيار الحاكم وعزله ومراقبته وتزكيته وانتخابه في مجال في مجال تشريعي في مجال محاسبي في مجال مراقبي ليس بالضرور أن نسمي هذا المركب بهيئة أهل الحل والعقد كما كانت التسمية قائمة في القديم وإنما نسمي ما بدى لنا أنه مصلحة في المصطلح مركب المركب الحكومي أو المركب الرقابي أو المركب التعديلي مثلاً يعني هذه مصطلحات يتوافق الناس عليها هذا بالنسبة إلى وهذا أمر معقول يعني ليس أمراً هكذا يعني يفهم بالمحفوظات ومستردية هذا أمر يفهم بالمعقول نحن عندما نقرأ هيئة أهل الحل والعقد فازل نقرأ ما هي هيئة ما معناها ما معقوليتها هيئة أهل الحل والعقد المعقولية ليس المصطلح المصطلح يدل في زمن ما وقد لا يدل في زمن آخر يعني أو يدل على معنى لا علاقة له بالواقع معقولية معنى أهل الحل والعقد هي هيئة مرجعية علمائية من الخبراء من الحكماء من العلماء الذين هم يحددون الحاكم يحاسبونه يعزلونه يزكون سياسته يعاونونه يساندونه بحسب الموضوع السياسي والمصلحة السياسية وبحسب الضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية سؤال جيد وقد أجبنا عنه إذن المستوى الموالي قلنا إذن يقول الأخ يقول نعم الدكتور في زمينة اختلفت المستمرات ولكن بقيت نفس آليات العمل والأداء إذن بقيت نفس آليات العمل والأداء هذا ما رده هو هذه الآليات كما بقيت لابد من مراجعة هذه الآليات وهذه الأدوات هذا يتعلق بالتعامل مع هذه الأدوات ليس يتعلق بحقيقة المعنى لأهل الحل والعقد فنحن معنيون بأن نجدد الآليات وأن نجدد المصطلحات وأن نجدد النظم والصيغ أما نيأتي واحد يقول الحل والعقد هم مثلا علماء الشريعة فقط مثلا هل الآن في الواقع الآن هل علماء الشريعة هم الذين يختارون رئيس الجمهورية هم الذين يختارون مجلس النواب هم الذين يختارون أعضاء المحكمة الدستورية علماء الشريعة هم جزء من مجموع علماء في الدولة فيه علماء شريعة فيه علماء قانون فيه علماء اجتماع فيه علماء إدارة فعلماء الشريعة هم جزء من مجموع العلماء الذين يمثلون سلطة علمائية متواصلون مع الدولة لهم أدوار في صياغة الحكم في سياسة المجتمع لهم علاقات بالدستور بالدولة بالقوانين لهم صلاحيات وإمكانيات فليس علماء الشريعة فقط هم الذين سيحددون الحاكم وليس علماء القانون فقط يعني كذلك وليس علماء الطب هذا مجموع من العلماء مجموع النخبة مجموع العلماء مجموع الجمعيات والمنظمات بسياق ما بعرف ما أو باتفاق ما يكونهم المرجعية في تحديد الحاكم وضبط السياسة الحاكم وما إلى ذلك وهذا الذي نقول بأن العلوم السياسية الشرعية لابد أن تكون موصولة بالعلوم السياسية والقانونية والدستورية والاجتماعية وإلا يكون حديثنا نتحدث في جزيرة بمعزل عن الجزر الأخر ما فائد أن نتحدث عن السياسة الشرعية في مسجد ولا في جامعة شرعية ولا نكتب كتابا الفائدة أن نتحدث إذا نتحدث حديثا لا علاقة له ليس فيه تشبيك وليس فيه تجسير ليس فيه مشترك بحثي ليس فيه مشترك في التخطيط النظري في التخطيط التشغيلي ليس فيه مشتركات في المؤسسات ليس فيه انخراط في المؤسسات ما الفائدة كنت أمس أتحدث مع أحد المشايخ العلماء قلت لو نحن اليوم نتحدث عن عالمية الإسلام من منا لا يؤمنوا بعالمية الإسلام أن الإسلام دين عالمي لكن في الوقت نفسه بعض العلماء أو بعض المتعلمين ليس في ذهنه ما يعرف بالانخراط في الفضاء الدولي والفضاء العالمي يعني كيف سنحقق عالمية الإسلام من دون أن يكون لنا انخراط في الفضاء العالمي وأن نعمل من أجل تحقيق فضاءات ومواقع في الفضاء الدولي لماذا لا يكون العلماء والمسلمون عندهم مواقع في المنظمات الدولية مواقع في صياغة القرارات الدولية أن يتدرجوا في ذلك أن يعملوا خطة واستراتيجية منطقية ومهمة وقانونية من أجل أن يأخذوا حقهم كأي شعب آخر من حق المسلمين أن يكون عندهم تأثير في القرار الدولي لكن كيف يحصل هذا التأثير؟ هذا التأثير يحصل بالسبب والشرط والمانع لأنه حكم تكليفي الحكم التكليفي هنا عالمية الإسلام أن نؤمن بعالمية الإسلام نظراً وذهناً من غير أن نحول ذلك إلى واقع وانخراط فعلي ومشاركة في القرارات الدولية وفعل المقدمات والوسائل لذلك عند تعذر الوصول والمقاصد وأن نتدرج بذلك الآن نحن في مرحلة الوسائل في القرارات الدولي لذلك لذلك في مرحلة المقاصد فهناك حكم وسيلة وحكم مقصد حكمنا اليوم يتعلق بالوسيلة بمقدمات أن يكون عندنا موقع في الفضاء الدولي بالقانون وبالشرعية الدولية وبالمنتظم الإنساني وبالعايش المشترك وبالحق الإنساني هذا عالم لكل من فيه من البشر والأرض وضعها للأنق من حق المسلمين كما من حق غيرهم أن يكون عندهم موقع في الفضاء الدولي وفي القرار الدولي وفي السياسة الدولية وفي التنمية الدولية لم نصل إلى هذا نحن مازلنا لم نصل إلى المقصد إنما اليوم نحن متعبدون بالوسائل والمقدمات فحكمنا اليوم حكم تكليفي من جهة الوسيلة ليس حكم تكليفي من جهة المقاصد وعندنا ربما يتداخل الأمر فيه جانب أحنا فيه فيه مقاصد حكم مقاصد معنى أنه عندنا انخراط في مواقع دولية فيه مسلمون فيه دول فيه جمعيات فيه منظمات حاضرة في الفضاء الدولية في القرارات الدولية في السياسة الدولية هؤلاء يبلغوا مرتبة الحكم بالمقاصد في حكم عالمية الإسلام حكم المقاصد ولكن فيه آخرون هم في حكم الوسائم في حكم المقدمات السبب والشرط المانع هو زوال الشمس في العبادة وما في معنى زوال الشمس في الموقع الدولي والعالمية الإسلامية المهم أنني قصط بهذا المثال أنه نؤمن بعالمية الإسلام من منا ينكر عالمية الإسلام؟ من منا ينكر عالمية الإسلام؟ وأن الإسلام دين عالمي أي للناس جميعاً يعني ولكن مع ذلك لا نعمل ما يتعلق به مختضيات هذا المفهوم العالمي وهذه الحقيقة العالمية وهذا الحكم التكليفي العالمي إذن عندنا كذلك مستوى آخر مثل ما قلت لكم وصول الفقه السياسي يعني ممارسة وصول الفقه السياسي واليوم لنا أن نتحدث عن وصول الفقه السياسي عننا وصول الفقه ونخرج من وصول الفقه وصول الفقه السياسي وصول الفقه الأسري وصول الفقه الجنائي وصول الفقه الاجتماعي هناك أصول في الممارسة السياسية وفي العلم السياسي هذه الأصول نحن معنيون بأن نؤثفها وأن نقررها والعلم بها من الأهمية بما كان فمن أصول الفقه السياسي المعقولية المعقولية في الجوانب المتغيرة في الجوانب المؤسسية الإجرائية الهيكلية في المصطلحات في الصياغ في التداولات في التوافقات في التحالفات كل هذا إنما هو معقول المعنى والتعبودي فيه هو الأصول والقيام والنية والقصد إضافة إلى المعقولية هناك التعاقدية التعاقد بين الحاكم والمحكوم يعني من أصول الفقه السياسي التعاقد ليس الغصب والتغلب والانقلاب والفتنة والغدر والخيانة والقتل والتعذيب والبخص والغبن التعاقد هو الرضائية هو الاتفاق الطوعي الإرادي بين الشعب والحكومة وأن يؤدي إلى رضائية حقيقية وأن ينبع برضاء حقيقي وليس بتزييف أو بتشويه أو بإكراح وغدر وقهر ولذلك قال العلماء الأمة مصدر السلطة الشعب والأمة مصدر السلطة ما معنى مصدر السلطة هنا مصدر الحكم يعني الحكم السياسي وحكم الدولة هنا بمعنى أن الأمة هي التي تعين الحاكم هي التي تختار الحاكم ليس الحاكم بتتغلب بالسيطرة والقبضة الأمنية والقهر السياسي والانقلاب ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وأن ما يكون الحكم بأن الشعب يختار الحاكم لماذا يختاره لأنه يحبه أو حتى ما يحبوه لأنه يكفى يعني في مستوى أن يكون حاكما حتى لو ليس بينهم حب وليس بينهم مودة المهم أنه بينهم تعاقد وعلاقة قانونية دستورية شرعية رضائية أساس هذا التعاقد موضوع التعاقد وهو أن يقوم الحاكم بواجبه وأن يأخذ حقه وكذلك الشعب يقوم بواجبه ويأخذ حقه وهذا الحق والواجب ضمن العلاقة التعاقدية هو موضوع العقد السياسي فنتحدث عن التغلب الآن نتحدث عن الغلبة الغلبة الشعبية يعني أغلبية الشعب أغلبية الأمة هي تريد هذا الحكم ولا تريد هذا الحكم أما التغلب وفرض الأمر الواقع وممارسة الاستبداد والأفتهاد والاستعباد هذه نظرية ليست إسلامية هي نظرية واقعية تقع في الواقع نظرية تطرأ في الواقع بمقتضى التغلب والانقلاب والتحالفات الباطلة وقد يكتبوا لها زمان وقد يكون عندها بعض النجاحات ولكنها في الأصل الإسلامي وفي الرؤية الكلية الاستقرائية للحكم في الإسلام والدولة في الإسلام هذا على خلاف النظرية التعاقدية والرضائية على أساس الكرامة والحرية على أساس المسؤولية لأن القاهر والغالب والمتغلب كثيرا أو في الغالب ينزع إلى الاستبداد والانفراد ويأخذ مشروعية عسكرية أو مشروعية انقلابية أو مشروعية طائفية أو فئوية ويستمر في الحكم ويقمع المعارضين ويدخل في متاهات الفساد ويفقد كثير من مداركه ومهاراته بمقتضى تقدم السن بمقتضى المتعة الكثيرة بمقتضى الامتيازات التي لا حصر لها فيدخل في منطق مع عدم وجود الرفقة المأمونة والمحاسبة القانونية والرقابة الشعبية والضمانات اللازمة فيقع في هذا كل ولذلك قلت لكم قديما وأقول دائما ما خلا حاكم بسلطة إلا كان الشيطان ثالفهما الخلوة هنا هي الخلوة السياسية الخلوة السلطانية الحاكم مذكر والسلطة مؤنث في المجاز والاعتباريات فإذا اختل الحاكم بالسلطة وانفرد بها كان ذلك فسادا عريضا مثل خلوة الرجل بالمرأة كي نفك هذه الخلوة السياسية السلطانية لابد من محرم من هو المحرم هنا؟ هل هو العم أم الخال أم الرفقة المأمونة؟ قال العلماء الرفقة المأمونة محرم وهي معتبرة في علاقة السلطة بالحكم الرفقة المأمونة بمعنى البطانة الصالحة والبرلمان القوي والمنظمات الضاغطة والنخبة الراشدة والإعلام القوي الحر المسؤول وكذلك المحاسبة الانتخابية هذا كله يكون محرما بالمجاز والاعتبار وهو يفك هذه الخلوة السلطانية الفاسدة بين الحاكم الذي يستاثر بالسلطة وشهواتها والسلطة مجمع الشهوات ولذلك لابد من رفقة مأمونة مستمرة دائمة لا يأمن الإنسان السلطة إلا إذا كان بتوفيق الله تعالى وتوفيق الله يكون كما جاء في نصوص يكون بالتوكل على الله وبالسنن الموضوعية وبالاستخارة والاستشارة والمحاسبة البشر بشر فيستوطن في الحكم في المنصب سنة وسنتين ينخرط في ذلك يسترسل في شهواتها ومزاياها فينسى الشعب وينسى الله وينسى الخاص والعام إذن الأمة مصدر السلطة ثم في وصولنا السياسية وصول الفقه السياسي أن السياسة في الإسلام في وصول الفقه السياسي سياسة بشرية إنسانية ليست سياسة ليست معصومة الحاكم إنسان الحكومة بشر يصيبون ويخطئون يشتهون ويرغبون ويتلذذون ويكذبون ويصدقون بشر ليس هناك إمام معصوم ليس هناك حاكم معصوم ليس هناك رئيس معصوم ليس هناك هيئة تشريعية معصومة ليس هناك حزب معصوم ليس هناك أمير جماعة أو رئيس حزب أو إمام مسجد أو رئيس جمعية ليس هناك معصوم المعصوم الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسول ومن عصمهم الله سبحانه وتعالى وهم ليسوا بشرا يعني البشر مكلفون يصيبون ويخطئون لذلك سياستنا تستمد من الفكر وتستمد من المجود البشري وتستمد من النصوص بفهم العلماء وبإجتهاد الحكام وإجتهاد المجتهدين ليس هناك موقف سياسي من الله سبحانه وتعالى واحد يقول هذا الموقف من الله يعني أنه نعمل تحالف مع الدولة الفورية ووحي إلينا أنه نعمل هذا التحالف أو أن الحكم الشرعي النهائي لا أنه في انتخاب هذا لا وإنما نقول بأنه الله سبحانه وتعالى أمر بالانتخاب واختيار الأفضل والأكفر والأحسن ونظن ظنا أن اختيارنا لهذا الشخص هو مصلحة بحسب اجتهادنا ونظرنا وليس بحقيقة النص أو بما هي النص النص مجرد مطلق وتنزيله في الواقع يكون بتمثل الذي نزله وباجتهاده ومقاربته إذن من أصول الفقه السياسي الإسلامي لا عصمة للحكام وبعضهم لا يدعي العصمة لأنه مش ممكن يقول عصمة لأنه لا تقبل العصمة وأنه ما يمارس ما هو في معنى العصمة يعني يعني لا يقال إنه معصوم ولكن مقام الحال كأنه معصوم يعني كيف تراجع حاكما تستدرك على من هو في الموقع الأول في الدولة وفي المسئولية يعني بمعنى وكثرة الإعلام وكثرة الشكر والثناء وعدم الاعتراض على الحاكم والاستدراك عليه كل هذا يؤسس لحالة في الفكر والوعي كأنه معصوم كأنه نبي كأنه يوحى إليه حتى وإن لم يدعي أنه معصوم بل قد يقول في بعض أنه نالس معصوم ولكن سياق الحال ولسان الحال يقول إنه معصوم أما سياق المقال فيقول إنه غير معصوم وهذا يزداد على الذي يدعي أنه معصوم يزداد عليه الكذب يعني أنه هو يدعي أنه معصوم ثم يكذب أنه غير معصوم كالغيبة والبهدان أو كأمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي أنه يزيد على الذي يتظاهر بالشيء يزيد عليه بشيء آخر هو خفي يعني ثم السياسة أيضا هي فرعية وليست من وصول الدين بمعنى الممارسات السياسية يعني وهذا يتفرع على الأول يعني أن نحن معنش أن الحاكم هو معصوم ضمن وصول الدين ليس من عقيدتنا أن نعتبر أن الحاكم معصوم يعني الحاكم يجتهد ويختار ثم أن الموضوع السياسي موضوع اجتهادي هو من فروع الدين بمعنى من القضايا الاجتهادية الخلافية أما وصول السياسة العدل هذا أصل من أصول الدين أو أصل من أصول الفقه أو أصل من أصول الشريعة يعني ثم من أصول الفقه السياسي الإسلامي القيم والأخلاق وهذا موضوع كبير يحتاج إلى مزيد من البيان والنقاش قد يحتاج يعني محاضرات كثيرة ويحتاج إلى بناء معرفي وإلى تدريب على ذلك وإلى شراكة بحثية بين علماء السياسة وعلماء الأخلاق وعلماء الشريعة من أجل أن نجيب عن إشكالية كبرى في عصرنا الحال تتعلق ب انفصال السياسة عن القيم والأخلاق وبعضهم يقول بأن السياسة لا تستند إلى الأخلاق أصلا بعضهم يقول إنما هي السياسة ليس أخلاقا أصلا لا يمكن أن تجتمع السياسة بالأخلاق وهذا كلام خطير ونحن نؤمن بأن السياسة أخلاق وقيم وبأن الأخلاق تشمل كل مجال حياتنا ورسوله صلى الله عليه وسلم أسس الأخلاق السياسة وقيم السياسة لكن بمقتضى التراجع الحضاري وتكالب أهل الدنيا على العدل وعلى الخير أهل الدنيا منهم ظالمون مستبدون مفسدون وربنا سبحانه وتعالى أكرم الأمة وأكرم هذا البشر بصالحين ومصلحين ولا يخلو الصلاح في أي زمن ولكن مع ذلك يعني للتراجع الحضاري ولطغيان الظاهرة غير الأخلاقية في السياسة كأن الناس اقتنعوا أن الأخلاق والسياسة لا يجتمعان ولكن الأخلاق بالسياسة والسياسة بالأخلاق سياسة الإسلامية سياسة أخلاقية تستند إلى قيم لكن كيف نقرر هذا التلازم بين الأخلاق والسياسة بملاحظة الواقع ومشكلاته وبالأجوبة عن هذا الإشكال المركزي الفكري الذي يطرح من حين لآخر هذا موضع بحث وتحقيق ونقاش عميق قد تخص له دورة كاملة في القيم في السياسة وأظن في ديبلوم ديبلومكم هذا فيه أشياء من هذا القبيل تتعلق بالأقيم والأخلاق السياسية نحن المسلمون معنيون بأن نكون على خلق عظيم وبقيم عالية ونحن نمارس السياسة ونمارس الدولة الوفاء بالعهد وعدم الظلم وعدم الإخلال بالشروط المسلم السياسي الذي يقيم في الغرب يقيم في الغرب بناء على عهد دخل به الغرب وليس بناء على قراءات ظاهرية حرفية أنه يجوز الكذب ويجوز السريقة ويجوز أكل المال يتيم أكل المال تلك الدولة كل كله كلام لا علاقة له بالدين ولا بمفهوم الدين ولا بمنطوق الدين دار الغرب الآن دار معاهدة دار شروط دار مواطنة دار جنسية من دخل الغرب مقيما أو مواطنا أو زائرا عليه أن يلتزم بالعهد الذي دخل به سوى هذا كان عهد جنسية عهد إقامة عهد إذن تصريح لا يجوز له أن يخالف على أساس أنه ممد بيئة غير إسلامية هذا كله ليس من أخلاق الإسلام وليس من قيم المسلم وأخلاق المسلم في ختام هذه المحاضرة نحن معنيون بتجديد الفقه السياسي الإسلامي تحدثت عن أهل الحل والعقد وأتحدث عن الخروج ما المراد بالخروج الخروج هنا هو نقض العهد ونقض الموالاة ونقض التعاقد ونقض الاتفاق وهذا يحصل من الشعب ويحصل من الحكومة يعني جراء العرف العام في الاستعمال العلمي والتداولي أن الخروج هو خروج الشعب على الحاكم لكن الصورة الثانية نسيت أو تغوفي لعنها هو أي خروج الحاكم على الشعب الخروج بصورتين أن يخرج الشعب الحاكم بمعنى أن ينقض العهد الشعب هو الذي ينقض هذا العهد والتعاقد مع الحاكم أو أن ينقض الحاكم عقده وعهده مع الشعب عندما يرتمي الحاكم في أحضان المتآمرين على الدولة والمحتلين للشعوب والمستفيدين من ثروات الشعوب والذين يعملون من أجل تكريس الظلم والاستانتهاد هذا خرج على الشعب خرج على الأمة فالحاكم المسلم معنيه بأن يكون في أمته وأن يعبر عن هواها وهويتها ومطمحها ومعالمها وتوجهاتها لا أن ينسلخ وأن يبيع الثروة وأن يبيع الوطن وأن يبيع السيادة لأجانب ولمعتدين ومحتلين فالخروج يتصور من هنا ومن هناك أما الاقتصار في الخروج على خروج الشعب كأنه تكريس لأن يستكين الشعب ويضمنون الولاء الدائم في الخير والشر في الظلم والعدل لا هذا ليس جائزا هذا ليس مطروحا في الرؤية الإسلامية السياسية بأي وجه من النجوم إذا كان الحاكم فسد وأفسد وخارج فالشعب معنيهم بأن يواجه هذا الحاكم بأدواتي ذلك وقواعد ذلك المرعية في السياسة الشرعية وفي العروف الاجتماعي وبمراعات المقالات بالسلمية بالشرعية بالوعي الفكري بالاعتصام بالتظاهر بما يحدده أهل الشأن الوطني بناء على محدداتهم الدستورية والإمكانية والشعبية وكل شعب له رؤيته في هذا ونحن نتكلم من نظرين نتكلم كلاما نظريا عاما يعني مبدأوا عدم طاعة الحاكم في الظلم وفي المنكر وفي الخروج على خيار الشعب وفي بيع البلد وفي تبديد الثروة وفي تكريس الفساد هذا الخروج مشروع شرعا وقانونا ودوليا يعني معروف هذا في القوانين الدولية ومن حق الشعوب أن تقاوم الظالمين والمستبدين والماريقين والمحتلين وأن تدافع الشعوب عن أوطانها وعن سياداتها وعن ثرواتها كيف يخرجون ومتى يخرجون هذا شأن داخلي شأن وطني يحدده أصحابه بناء على أسباب ذلك وشروط ذلك ومقتضيات ذلك من حيث القانون من حيث الدستور من حيث النظام من حيث الرأي الشعبي من حيث الخبراء من حيث الإمكانيات والتحديات المهم أنهم يحددون ما يرونه مناسب ولذلك لكل بلد رؤيتهم في الخروج على الحاكم وإذا كان الخروج على الحاكم يؤدي إلى مفاسد أعظم قال العلماء بعدم الخروج بناء على موازنة المصالح والمفاسد فالمسألة إذن بموازنة مقاصدية مصلحية وبمحددات شرعية وقانونية ودستورية وعرفية واجتماعية ومن الخبراء بحسب السياق والمآل نعم إذن هذا بالنسبة إلى ما أمكن إراده في هذه المحاضرة الرابعة قبل الأخيرة نلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة الخامسة الأخيرة في يوم الأحد آمل أن تكون وقد أفدتم من هذه المحاضرة وأن يكون ألمامكم واستيعابكم لما جاء فيها من أفكار ومعطيات وبيانات وآفاق أن يكون بقدر كبير ومصيب أوفر وأنتم بهذا مكلفون أمام الله تعالى وأمام شعوبكم وأمام دولكم مكلفون بنشر العلم السياسي الشرعي الواقعي الذي يفيد ويبني ويضيف ومعنيون كذلك بمضاعفة جهودكم العلمية والتعليمية والعملية ومعنيون بأن تكونوا كالغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والأيما الأربعة وسائر العلماء الربانيين المصلحين الصالحين الذين جمعوا بين العلم الشرعي والعمل بذلك ولم يكتفوا بحفظ علم دون حفظ وطن أو حفظ أمة أو حفظ كرامة أو حفظ مؤسسة هذا من صميم العلم الشرعي ومن صميم العمل بهذا العلم الشرعي جزاكم الله خيرا على حضوركم ومشاركتكم وأسأل الله تعالى لي ولكم القبول والرضا وأن ينفع بنا وبكم جميعا وأن يتقبل هذا العمل وأن يرحم والدينا ووالديكم ويبارك في هذه المؤسسة وفي هذا الدبلوم وفي كل القائمين عليه ومن الإداريين والمؤسسين والمدرسين والطلاب والفنيين والمستمعين نسأل الله للجميع دوام الصحة والعافية والسلامة الدائمة إنه لي ذلك والقادر عليه ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتوب علينا أنك أنت وبرحي موجع لهذا العمل خالص الوجه الكريم وادخر لنا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير المحضرة شكر الله متابعتكم إخواني أخواتي استضيعكم الله السلام عليكم ورحمة الله